مرحبا بكم من جديد إلى تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا جددت مصادر غربية وأوكرانية توقعاتها بقرب شن القوات الروسية هجوما واسعا شرقية أوكرانيا بهدف السيطرة على إقليمي لغانسك ودونتسك في حين أكدت كييف استعدادها لصد أي هجوم وقالت إنها تحقق في هجوم روسي محتمل بالأسلحة الكيموية في ماريوبول الساحلية جنوب شرقي البلاد وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن بلادها تتحرى عن صحة معلومات تشير إلى أن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيموية في أثناء محاصرة مدينة ماريوبول في الشأن ذاته قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال استخدمت روسيا أسلحة كيموية في أوكرانيا في غضون ذلك تواصل روسيا تعزيز قواتها في شرقي أوكرانيا في إشارة إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية وفقا لتقارير استخباراتي غربية وفي إفادتها الدورية عبر تويتر قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتالة شرقية أوكرانيا سيشتد خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة وكشفت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية تواصل الانسحاب من بيلاروسيا من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات في شرقي أوكرانيا نناقش هذا الموضوع مع الدكتور نصر اليوسف الإعلامي والمختص بالشأن الروسي من موسكو مساء الخير دكتور نصر مساء النور تعزيز روسيا لقواتها العسكرية شرقي أوكرانيا والتقارير الاستخباراتية الغربية تقول هناك مرحلة عسكرية جديدة ما هي هذه المرحلة الجديدة المحتملة أولا أكرر تحياتي لك والسادة المشاهدين ولفريق العمل المرحلة الجديدة كانت يمكن تأشير لها منذ آخر لقاء وجاهي تم في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها كبادرة حسنينية تنوي وقف الهجمات على كيف وستركز جهدها في مناطق أكثر ربما فائدة يعني هذا ربما كلام حق يراد به باطل نحن نعرف ولو أراد الروسي أن ينكر ذلك إلا أن الهجمة تعثرت ولذلك تم تعيين قائد جديد لهذه العملية العملية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية سكان دنباس هذه كلها مصطلحات يعني نحن نتوخى قدر الإمكان عدم تجاوز القانون الذي فرض في الآوة الأخيرة ولذلك سأكرر مصطلحات يجب استخدامها في روسيا هذه العملية العسكرية الخاصة الآن أعلن بوتين تعيين جنرال جديد معروف بقسوته هذا هو الذي قاد عملية تدمير حلب عمليا تدمير حلب فالآن يتفق المحللون هنا على أن الجهد الأساسي سينصب على دنباس على منطقة لوغانسك ودنيتز لماذا؟ هناك نوع من المستند القانوني الذي يقول أن هناك نوع من معاهدة الدفاع المشترك بعد أن ترفت روسيا بهاتين المقاطعتين على أنهما جمهوريتين جمهوريتان مستقلتان وذات السيادة هل هدف من هذا الكلام دكتور نصر أن روسيا تنوي السيطرة بشكل كامل ورسمي على أقليب دنباس وفي المقابل التخلي عن كيف؟ أنا أعتقد الهدف المباشر حاليا والذي كرره اليوم بوتين خلال افتتاح المطار الفضائي فاستوشني مع أليكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي كرر قال أنا أذكر أننا منذ اليوم الأول قلنا أن الهدف من هذه العملية العسكرية الخاصة هو حماية سكان دنباس الذين في غالبيتهم العظمى إما من الإثنية الروسية وبعضهم حوالي 700-800 ألف إنسان يحملون الجنسية الروسية أيضا لكن دكتور نصر الأطراف الغربية وخاصة لديها تصريحات متصاعدة حول احتمال استخدام روسيا واتهامها باستخدام أسلحة كيماوية ووزير القوات المسلحة البريطانية قال إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال استخدمت روسيا فعلا سلاحا كيماويا ما هي الخيارات برأيك التي يمكن أن يلجأ إليها الغرب في هذه الحالة؟ يعني دسنا بحاجة للكثير من التحليل خاصة وأن الغرب كبار قادة الغرب وعلى رأسهم جو بايدن قال إننا لسنا بصدد الدخول في حرب مع الروس الخيارات المطروحة هي المزيد من العقوبات الاقتصادية ليس إلا يعني أنا أستبع جدا أستبع جدا أن تغضب بريطانيا أو الناتو أو الولايات المتحدة على انخراط في نزاع مسلح مع روسيا هذا يعني مهما كان أرادوه محدودا هذا الانخراط سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وهذا ما قاله بوتين يعني عندما يدخل أي جهة فائلة قوية في حرب مع روسيا فيحق لهم حسب العقيدة العسكرية الروسية حسب العقيدة العسكرية يستطيعون أن يمنحوا أنفسهم الحق باستخدام الأسلحة أو الثالوث النووي ونحن نعرف أن الثالوث النووي الروسي حاليا يعني قوي جدا قوي جدا هناك عندهم تقدم لأربع خمس سنوات يسبقون الغرب في مجال الصواريخ التي لا يمكن اتراضها عمليا الصواريخ العابرة للقرات لا يمكن اتراضها وهذا ما يعني يستخدم الروس هذه الورقة بشكل كبير جدا ويتاجرون بها لكي لا تسول لأحد نفسه أن يقدم على الانخراط معهم ولذلك وجدنا تصريحات بايدن وتصريحات حلف الناتو المتكررة بأننا لسنا في صدد نحن سنزود سنعطي أوكرانيا كل ما تحتاجه من كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك ما كنا في الثورة السورية نقول أعطونا الأسلحة النوعية الأوكران يحصلون على أسلحة النوعية الحقيقية وعلى دعم مالي ودعم بشتى الوسائل وماذا عن نصير ماريوبول دكتور نصر يعني أوكرانيا تقول أن القوات الروسية تتأهب لدخول المدينة نعم أنا هذه ماريوبول هي جزء من دونباس جزء من دونباس وهي جزء من جمهورية دونيتسك ولذلك إذا أصروا عليها يأتي في إطار تحرير الأراضي المحتلة أراضي جمهورية دونيتسك المحتلة وهذا حسب مصطلح الروسي يعني غثيقة الدفاع المشترك نعم نعم كله أنا أقول كله كما يعني حسب مصطلح الروسي يعني العالم لم يعترف بعد لا باستقلال ولا بأي جزء لا تزال هذه الأمور كلها حسب القانون الدولي أراضي محتلة أو انفصالي على أقل تعديل شكرا لك دكتور نصر اليوسف الإعلامي المختص بشأن الروسي حدثنا من موسكو إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج سوريا اليوم غدا مواضيع جديدة إلى اللقاء موسيقى موسيقى